موجزة السادسة مساء من التلفزيون المصري أهلا بكم تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمل التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس وأوضح المتحدث الرسمي باسم رياسة الجمهورية أن الجولة التفقدية شملت الكباري التي تم إنشاؤها على طريق لربطه مع العديد من المحاول العرضية الرئيسية بدءا من الطريق الدائري الجاري تطويره حاليا والطريق الدائري الأوسطي وطريق الدائري الإقليمي ثم محور أم قمر الذي يربط طريق الإسماعيلية الزراعي والقاهرة الإسماعيلية الصحراوي مرورا بطريق جينيفا وطريق القاهرة السويس وطريق القطامية العين السخنة وينتهي بالربط مع طريق المحاجر بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ببرقية تهنئة لرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحيير سيناء وخلال البرقية تقدم رئيس مجلس الشيوخ بأصدق التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لعيد تحيير سيناء مؤكدا أن هذه المناسبة تدل على تقدير مصر العطاء الشهداء من رجال القوات المسلحة الباسلة الذين جادوا ولا زالوا بأرواحهم فداء للوطن موضحا أن هذه الذكرى الغالية ستظل دائما وأبدا بخرا لكل المصريين تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمية هذا وقد تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 363 قضية تموينية بمضبطات أكثر من 85 طن مواد غدائية وغير غدائية كما تم ضبط قرابة 24 طن السلع غدائية بمجال حجب السلع الاستراتيجية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغدائية وغير الغدائية فقد تم ضبط أكثر من 34 طن وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 18 طن سلع غدائية كما تم ضبط 481 قضية من بينها 110 قضايا خبز ناقص الوزن و98 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترأس قداسة البابا تودروس أثاني بابا الإسكندرية وباتريارك الكرازة المرقصية صباح اليوم صلوات الجمعة العظيمة وذلك بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية وتكرس الكنيسة لهذا اليوم تقوصا خاصة ومختلفة تماما عن أي طقص بالسنة حيث يشهد أسبوع الآلام نهاية فترة الصوم الكبير الذي يستمر لمدة 55 يوما وينتهي بعيد القيامة المجيد قال الكريملين اليوم أن رئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ رئيس المجلس الأوروبي شامر شال أنه لن يجري محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني فلاديميرزانسكي واشترت بوتين على أن تصفر المناقشات الجارية بين البلدين عن نتائج ملموسة حتى يجري محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجيل أفروف أن المفاوضات بين موسكو وكياف الرامية إلى إيجاد حل للنزاع متعثرة بعدما فشلت المباحثات بإحراز أي تقدم واضح وقال لفروف أن المفاوضات متعثرة لأن اقتراحا قدموا إلى المفاوضين الأوكرانيين منذ خمسة أيام وتمت صياغته مع الأخذ بالاعتبار تعليقاتهم لا يزال بدون جواب قال الرئيس الأوكراني فلودمير زينسكي إن بلاده بحاجة إلى سبعة مليارات دولار شهريا لتعويض الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها جراء الحرب الروسية وأضاف زينسكي أن المجتمع العالمي عليه استبعاد روسيا على الفور من المؤسسات المالية الدولية وحتى الرئيس الأوكراني جميع الدول على قطع العلاقات مع موسكو على الفور مؤكدا أن الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود أوقف صادرات أوكرانيا ما أثر على الأمن الغدائي العالمي نهاية موجز الأخبار قدمنا لحضراتكم من التلفزيون المصري إلى اللقاء